عبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صادر عنها أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وهي خط أحمر كما وناشدت المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير هذا وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التحريضة والاستفزازات التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز إن السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة وفق القانون الدولي تتحمل كامل المسؤولية لسمحها لهذه المجموعات بالوصول إلى البلدة القديمة وإطلاق شعارات وهتافات عنصرية والاعتداء على المقدسيين كما واستنكر البرلمان العربي بشدة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وحشية على الفلسطينيين في أحياء القدس الشرقية مشددا على أن القدس الشرقية ستظل عاصمة دولة فلسطين وخط أحمر وبدورها طالبت حركة التحرير الوطن الفلسطيني فتح بموقف عربي وإسلامي عاجل للدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خاصة في ظل هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة من قبل قوات الاحتلال ومستوطنية الهدفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وتصفية الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي فيها وأثنت فتح على الأهل الأبطال المرابطين المقدسيين الذين يدافعون بصدورهم العارية عن الكدس والأقصى والقيامة